خلينا نروح لأخبارنا وزي ما عودناكم في الأول بيكون معنا كرة اليد ليه كرة اليد؟ عشان الحدث الأهم والأبرز إن شاء الله كأس العالم القادم في يناير كل العالم بيستنى وإحنا في مصر الحقيقة بكل جهزة دولة بسخارة إمكانياتها لإنجاح هذا الحدث العظيم اللي بتستطيفه أرض مصر الحقيقة يمكن إحنا هنتبع الفريق الأول بس قبل ما نتبع الفريق الأول طبعا حضراتكم تابعته يعني من خلال الميديا والإعلام معرفنا أن المباريتين المتبقيتين في الدول المعلقة اللي هو 19-20 في كرة اليد تم تأجيلهم عشان يتلعبوا يوم 28-29 نوفمبر المطشين كانوا يتلعبوا الخميس وجمعة اللي فاتوا ولكن جد في الأمور جديد طبعا ظهر طبعا إصابة حالة كورونا في الصفوف المنتخب الكابتن إسلام حسن المايسترو وكابتن فريق كرة اليد بنادي الأهلي ربنا عيش فيها رب وصيب بفيروس كورونا خلال مشاركته مع منتخب مصر في معسكر منتخب مصر في مدينة الشروق فاتحاد كرة اليد ارطأ أوراقه أنه لازم يأجل المباريتين دول لأنه من الحقيقة مش عارف هل هي حالة واحدة ولا ممكن تكون انتقلت في صفوف اللاعبين فهو فضل أنه يعني يأجل المباريتين ليوم 28-29 نوفمبر الجاري بس خلينا برضو يعني في مربط الفرس مربط الفرس واللي احنا قلنا مرارا وتكرارا أنه احنا هنلعب المباريتين دول بالقائمة الجديدة ودي تعليمات أو آخر تعليمات وصلت للنادي الأهلي أو وسط الأندية عشان يستأنفوا المباريتين القائمة الجديدة معناها أنه احنا هنتم حرمننا من 6 صفقات جديدة بالإضافة طبعا كان إسلام حسن أصيب بالإضافة أن حمايد موضوع يعني كان صعب جدا خلينا أقول لحضراتكم أنه ما فيش حتة في العالم الحقيقة هتلعب دوري مفرووك أن ينتهى من 4-5 شهور هتلعبوا بقائمة قديمة في الوقت الأندية كلها يعني عندها قوام جديدة ويمكن أكبر المتضررين هو النادي الأهلي عارفين أنا أقول لكم حاجة يعني أنا كالتحاد لو أنا يعني النادي اللي بيشتكي أو النادي المتضرر من هذا القرار لو النادي ده في الأصل هو كان عايز يلغي الدورة أو يلغي الدوري ده كنت أقول ماشي ده هو بيموز الدنيا ومن الأصل هو بيشتكي فالموضوع أصلا يعني محصل بعضه هو أصلا بيشتكي من الأول لو كان عايز يلغي البطولة وعنده مشاكل لا النادي الأهلي ما كانش كده خالص النادي الأهلي في اجتماع الجماعية المهمية مش اجتماع الجماعية المهمية اجتماع الأندية اللي حصل في اتحاد كرة اليد بعد قرار الدولة باستئتاف النشاط كان هو النادي الوحيد وقصده 17 نادي كل الأندية بالكامل مفيش ولا نادي وافق باستكمال الدوري غير النادي الأهلي فإذا النادي الأهلي من الأول عايز يلعب وهنرجع نقول برضو الكلام إنه هو كان يأما يتلعب المسم ده أو المسم 19-20 مع باقي المباريات الأخرى سواء السيدات الناشئين الشباب كان يتلعب معهم وكنا خلصنا بالقائمة القديمة ولكن اللي حصل أو يتلغي ما كناش هنبقى زعلانين إنما اللي حصل إنه إحنا منلعب دلوقتي بالقائمة القديمة هو أمر صعب جدا والحقيقة إحنا مازلنا وهنزال وهنفضل لطالب التحكر تريد بمراجعة موقفه لأن الحقيقة هيبقى صعب جدا إنه إحنا نلعب هنلعب مش مش هنلعبش بس هو صعب جدا الموقف إنه إنت تحط يعني الفرق الأخرى قدامك بخطوة واثنين وثلاثة فطبعا هنا مش هبقى فيه تكافؤ فرص بين الفرق والنادي الأهي دائما أبدا طلباته مشروع